موسيقى يلا احنا بغينا نديرو الرقاق عنا كاس انتع البسباس كاس تياجز الجلان كاس ونص انتع الساندة كاس ونص انتع الزيت كيلو ديال الطحان يلا على بركة الله نديرو الطحان موسيقى كنديرو بسباس كنديرو كاس ديال ساندة عمر كنديرو كاس ونصتع الزيت كنخلطون زياد نتخلط مزيان نقصه بالماء نضيط ملجد من جميل نغير من جميل نضيف جميل بتعبير من جميل شكرا للمشاهدة سوف يكتلوا حفظ فران مني كان دخلوها الفران كان خرجوها هاي النتيجة ديرها الحجر قيا شخبارك للا احنا عناك هنا في الدبدو قولي الحجر قيا مرحبا بيكو. انت خلاقيتي هنا في دبدو؟ أنا في دبدو من دبدو من لوال الحال مجدودي لننياتي لكل شيء كيف حال في عمرك الحاجة الله يطولنا في عمرك؟ 80 عام 80 عام، أنت معروفة هني في دبدو كتديري واحد الخبز ولا واحد الحلوة خاصة سميتها الرقاق ورقاق كنا نعرفه في دبدو في المغرب هو واحد الخبز كي يخبزوه ولا كيعجنوه ليهود كيفاش أنت في دبدو هنا مازال مسلمين ولا أنت المسلمة الوحيدة في دبدو ولا مازال كتدير هذا الرقاق؟ عودي لي للقصة أنا كنت مشي للبران وكنت صغيرة مشي للبران اليهود كانوا يديروه شحر يقبضوا ذاك البران ذاك البران اللي يخبزو فيه يغسلوه ويخملوه باش يديرو العدية لهم الرقاق تم يمشي ويدلكوه عشرة النساء والاربعة عطاش ما شو الله معمر ذاك البران يدلكوه ويخبزوه 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 تم ما يخبزوش ديارهم يخبزو في البران قريب الشهر يجي العيد ذاك الرقاق يديروه كيف يفرقوه على المسلمين اللي يعرفوا ليصحاب معهم كيعطيهم الرقاق يديروه لهم ولكن شفت انا دا بهد الصباح اكتشفت انا رقاق ديالكم كيف كتصايبوا دوجا في الجنجلان في نافع في السيت شنو الفرق وكيفش كان رقاق ديالي هود كيفش كيتصايب؟ بالماء وشوف شو يلبس باس صافي هذا هو بلا فهم ديال وجيهم الرقاق زيني يديروه عريض يديروه كبير والحاجة انتي كيفش تعلمتي باش طيبيات خبزيات له؟ بالماء وشوف هم ملين مشي لدار ديالنا نقول هم ديالرقاق ولي واشتيت عرفي لرقاق كنت بقيس هكا كنا ندرب فيه نتعلم فيه تابقتنا انتي تعلمتي بوحدك ولا كنت مساحبة مع الجيران يهوديات؟ لا 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 احنا بعاد عليهم غا كنا هكا الولاد والبناس يتلعو يشوفوا ليهودرهم يديروه الرقاق انتي تعلمتي هكا غير بشوفة كنتش كتشوفي محتوط في الفران وتعلمتي بوحديتك؟ شوفة منين قرصوهم يعجنوه دليك ما حيدوش يديهم القصعة غابة دليك طيبوا لاني هم كانوا يترشمنهم الغيامة كانوا يجدير في القوام كانوا يديرو غابة غابة الماء وصف وانتي دبا كتصايبي واش بقي انت بوحدك دابالي فدبدو ما زالك تصايبي ارقاقو ولا العيالات نساد دبدو ما زالك يصايبوه؟ جيوا يتعلموا لاني ما يديرو غلاية ولا يديرو هكا بين الرشماء الرشماء يديرو هغلاية ما يديروش مقد ما يديروش مقد وانتي كيفاش حفظت لي واش ملي تعلمتي بقتي ديما كتصايبي كل نهار في دارو كل في العيد لوني الناس عليه الناس كيتلبوك بززاف كيقولك صايبهنة ديرونا لا ديرونا رقاق ديرونا شوية رقاق ديرونا شوية رقاق يبقى تهكا كان قول دوجا اليوم لا تحلينا مش العينين تنتي تتفوتيك تتفوتيك عاودي كيفاش تعلمتي انا كنت كان شوفها كتدير ارقاق كتقول لي عاونيني كان دلك معاها وكن وكنت كان عندي هواية باش نتعلم الارقاق كان دير لوولة وكتضيع لي وكن دير جوجة وكتضيع من ثم ما صافي عاد بقيت كان نصاوبه مزيان كان يعجبني باش نصاوبه كان يعجبني باش نصاوبه كان يعجبني الشكل ديالو والمنظر ديالو كان يعجبني بززاف كان يعجبني عندي واحدة الرغبة باش نصاوبه انتي دبه في الحياة العادية ديالك اليومية ديالك مثل ما ديالد بدو كتصايبه الوليداتك في الدار كتصايبه في العيد ولا غير لكوموندوه لك الناس ديروه الفاميلة متحولهم كان ديروه العائلة كان ديروه حنايا في الدار كان دوزو بها اتي الحلوى ديالاتي كان ديروه للناس اللي جاء كان ديروه لهم هكذا بالكوموندو كان ديروه لهم من بره كيجي ومن بره الناس كان يجي من الرباط كان يجي من المجداء كان الناس كيبغيوه بزاف وقليل في اللي كيصاوبوه هنا ما كانيش الناس بزاف اللي يصاوبوه ولكن دبه اوكي تعرفي انتي والواليدة الحجرقية انتي عدوجة انه بها الطريقة انتما حافظو على واحد تقليد كيسميه تقليد لمادي انك انتما حافظو على واحد تقليد دبه ليضاع في دبه انتما اللي اعطيتوها عملية عملية الاحياء كيفش كتجيك هاد العملية كيفش كتحسي انك بقيت الواحدة اللي كتديري هاد تقليد اليهودي انتي ما زالك كتصايبه واش كتحاولي متلا انتمره لبناتك تعلميه لبناتك كانتمنى اينا باشي تعلموه ولكن بنات اليوم ما نظنش ما انا عرفت كانتمنى اينا اش حال موحدة عندي واحد البنت الوسطانية كتدير هاد الشي كتتصاوب وعند هاته هي رغبة انا كتشبه لي بثاف عندها رغبة باش تصاوب هاد الرقاق هذا اللي درتها كتدير تريد ندير رقاق ندير الاخر كتبغي باش تتعلو كل شي مع المال وكل شي كتعرفوه هاد نرجع الحجرقية قولي دابة هاد الرقاق هو دي الليهود ياك والمسلمين ما زال كاعجنوه كياكلوه ياك شنوم الحويج لمازال مسلمات دابة في الطار ديالهم في الطبيخ ديالهم كيصيبوه انا كنقولو هاد شير عد ليهود متلا شي اوكلا ما زال كيصيبوه العيالة الدبدو وهي كانو في يمات زمان كيصيبوها ليهودييات حمص ما حاضرينش معا بللي كا بني طيبوه نشوفو كان طيبوه راسي شنوه الحمص شنو بغد حمص كان كان ديروه بحل كيجي بحل مقلي طايب وزين وحمر ومصاوب على يد كيفاش يجي ميجيش هكا كبيض ما شنوه اخر سخينة قالوا لي سخينة هادك هي السخينة الحمص الحمص وشنوه اخر من غير الحمص الحواج اللي كانوا يأكلوا ليهود والمسلمين جميع وماذال كان ديروهم دابا الحمص الحمص ورقاق البصار يأكلوا ديروها الرسم ديرو المعيشة دي لهم وخا قولي يا دوجا هم هم وكيصابوا تالبيصار والبيصار كيديرو فيها البسباز حنا نقولوا البسباز وما تقولوا له النافع كيديرو فيها النافع وهاد الحمص حمص حمص ما هي النيورة؟ نحن نقولها التحمير هذا الشيء اللي كيكون فيه هو غيدة التومة وتحميرا وزيت البلدية وإذا أريد تطرمي فيه واحد شوية ديال الحار وقد طيبه على النار على العواد من على العواد ولا على الفاخر ولا ومن انتسى لو كي طيب كتديري فوقه النار كتديري واحد هكا بحال قصعة ولا كتديري فوقها الجمر باش كاي حمار ملفوق وملت احدث وكاي اللي كيدير فيه البيض كاي غرس فيها البيض ممكن هادي بحال بصارة الحمص ماشي بصارة ماشي بصارة ماشي متحونة ولا محمص صاين صاين صاين